عايزة هنيك أولاً على فوز الزمالك عشان الفنان الكبير أحمد سلامة زمالكاوي جامد قوي جداً يعني زمالكاوي زمالكاوي يعني ده صحيح قلت فرقت على مطش فين في البيت في البيت بقى نفسي كنت خايف؟ كنت الآن طبعاً لأنه الآلي والزمالك لا يمكن حد يقدر يقول النتيجة كام أو يتكهن يعني مين اللي حيير لا بس أنت كإحساسك كزمالكاوي في مواجهة مباراة زي دي كنت داخل المباراة وعندك أمل كبير ولا الآن برد لا كان عندي أمل كبير فعلا كان عندي أمل كبير إيه اللي داك الأمل ده رغم أنه مقدمت عند كتير من الأهلوية كانت غير كده وعند زمال كوي اللي داني الأمل أنه أكتر حاجة أصلاً كانت مخاوفاني أنه بيتلعب في الرياض لأنه بره بره بأرضك وبره جمهورك وبره إنما اللي أنا شفته طبعاً في الرياض ما الزمالك في كل حتة؟ في كل حتة جمهور عظيم جمهور بجد يعني جمهور الزمالك يستحقه سامي بجد ويكرم لأن هذا الجمهور استحمل كتير بيحتمل طول الوقت طول الوقت ومش بس بيحتمل ده بيستحمل كمان التحفيل عليه ما بعد المباراة طبعاً لما أنتو سوتوا الأهلوية خلاص خدت حقوق تالت ومتالت فرصة بقى من نفسنا مرة يعني فكنت عندي إحساس إن إن الزمالك حينزل عايز لما الأهل جابوا الجن من ضربة الجزاء؟ ادايتي جداً لأنه ضربة الجزاء مشكوك فيها لحد كبير الحقيقة يعني ده بكرة الخدم والد مثلاً وكان فيه برضو ضربات جزاء للزمالك لم تحتسب كرة اللي فيها شك فعلاً فيه أكتر ما فيه اتنين كرة بتاع ضربة الجزاء ليه عمر كمال اللي طار فيها اللي طار فيها وفيه كرة تانية برضو نفس اللربة اللي اتحسبت للأهل كان فيه كرة تانية ده بتاعت حسين الشحات بس دي كان ايوه بالزبط لا دي كان زمالكواب يطلبوا بتارد وكان المفروض الحقيقة يعني ما فيه قواعد لللعبة أصلها وده مش تحامل على الأهل والله كل واحد ياخد حقه أنا بص طالما مغلوب الفائز يكتب التاريخ ويتحدث كما يشاء كما يشاء بالزبط فالتفائز قولي اللي انت عايز عملت إيه لما زمالك فاز فأخر ضربة جزاء ضيعها وسامة أبو علي يعني يعني ما تتخيلتش إحساسي كان أعمل إزاي لأنه كنت حطت إيدي على قلبي برضو اتنططت يعني اه طبعا طبعا اتنططت وانزلت بالعربية في الشارع وزمرت ايه ده عملت كل التقوص الزمالكوية تبنتك كله زمالكوية اه السبع أولاد السبع بنات السبع بنات لا مش كلهم زمالكوية في حد أهلاوي ولا مون امراتي زمالكوية أصلا مال إيه؟ لا أهلاوية بس من باب إنها دايق مياه بس فكورة حد من البنات أهلاوي اه فيه مين؟ اه فيه موني الكبيرة أهلاوية اللي مجاوزة اه وفيه سلمة وفريدة صغيرين أهلاوي دول لأنهم خضروا الأهلي وبطلاط ما شبعه غير إن الأهلي بيكسب يعني فهم حيشجعوا زمالك ليه أصلا يعني اه وانا بقى مش من نوع اللي هو الأب اللي هو لازم تبقوا ما حدش بيعرف يعبر كده خالص خالص يعني صحيح ومش حاجة لذيذة يعني اه بس هدتك طاقة اه طبعا اه طبعا طيب خلي نخرج من زمالك بقى ونروح معك كده زمالك ده حاجة جميلة طبعا الزمالك ده فريق جميل واحتملت كتير وجماهير واحتملت كتير ويعني الزمالك ده موضوع موضوع يعني طيب هنخلي موضوع الزمالك عشان لو دخلنا فيه مش هنخلص نخلص نخلص الغندور بعدي فعنده رياضه زي ما هو عايز